بقى للصبورة وشوات اسئلة كده خفاف. عايزك تفتح مخا كده معي وتجاوب عليه. تمام. ماشي. ماشي. يلا يا شباب اتفضلوا. والدك والدك بتفرجوا علينا دلوقتي ولا ايه? تفرجوا قد عدم من بدر. والله ده فاتحين البرنامج من اول ما تزاعت. لا والله طبعا بمس عليهم حاجة جميلة باش مهندس. يعني انت معاك الحقيقة لعيب انا معجب بي جدا جدا. اسامة حسن كان له دور في اه انك تجوه موجود في الفينات زمالك? عمال يقولي انا 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 انا. عملك ايه اسامة? لا لا حبيبي كابتين دعوتوك كان بوجهني. والله? والله كان موجود طبعا. احنا طبعا بوجه رسالة الوالد اه. ايه? ازعلان مني في حاجة فانت تزبطها دي بعد الحلقة. او ازعلان منك في حاجة? اه. ما تقلقاش اه اه قدم استقلت بكرة. لا لا حبيبي كابتين. حبيبي طبعا. فطبعا باش مهندس علاء انت معاك اه جوهرة ربنا يحفظها لك ان شاء الله ويخليك لي لك. والحاجة طبعا وان شاء الله بازن الله نشوفه طريق حامد تاني ونشوفه بقى نن تاني ان شاء الله بازن الله. لعيب مميز كان احترف في تركيا ورجع نازل زمالك من حبه في نازل زمالك. طبعا اكيد كل التغذير واحترام لحضرتك. وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله بازن الله. اتفضلك اتواصل باستمار مع لعيب الزمالك اللي تهنئتهم بعض المبارات وحثاهم على التتويق بالدوري. يعني اجاوب صحة ولا غلط ولا? لا يعني بتتواصل مع بعض اللعيبة ولا لا? اه بتواصل طبعا. اه بتواصل اه? بتواصل مع اللعيبة طبعا وان شاء الله يتوجه بالدوري السنات زي السنة. بتكلم زمالك اللي في سنك واللعيبة الكبار برضو ولا? لا بابا اكلم من اللعيبة الكبار برضو. كله. اللي في سنة طبعا كلهم بتواصل معهم. ام. وبعض من اللعيبة. مين اكتر واحد صاحبك في اللعيبة اللي تلعب دلوقتي? الصغيرين. اه. الصغيرين في حسام عبد مجيد. في صفره جافر صام جدي عم ريئة معالي وين دوقعت دينا كانت ضلمة وربنا فتحها عليه الحمد لله كسر ربطة ما ظهرش بشكل بيس بس الحمد لله دلوقتي هو العيب كبير جدا لا توصل مع بعض العيب الزمالك تمام اللي بعده احتفالي بقى اهداف سموحة في الشباك الاهلي بشعار الزمالك امر طبيعي انت عملت كده في صورة تقريبا مش عارف موجودة لا والله موجودة جماعة الصورة عندنا ما اردوها كان فيه جبنا ثلاث اهداف كنت باحتفل بشعار نادي الزمالك اللي هو تعمل رجل اللي في السام انا نفس اعرف مين الرجل ده محدش عارفه مصر اه يعني هو امر طبيعي انك انت هترجع الزمالك فدي بتدي اشارة ان انا زمالكاوي يعني زمالكاوي ابن النادي فطبيعي عامل كده لما اكسب نادي النادي شايفه طبيعي يعني طبيعي طمام هي دي يعني اهي دي يعني اه الصورة دي اه دي بعض المطش وفي الاحتفالات فيه صور تاني ده مطش ايه ده مطش الاهلي تخيبت تكون في الاهلي لا 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 ده بعد المطش الاهلي اه يعني بعد المطش يعني اه تمام السؤال اللي بعده يا جماعة دي صور في مطش الاهلي برضو صور ليك في مطش الاهلي او اه مدلعينك اخ دلعن هارضة عامل حمدي محمد هاني طبعا اتأثرت ان الجمهور طالع يكتب ان انا عشان ما بقاش متواجد في ماتش الزمالك او كده عشان خطر الدورة وكده لكن ما فيش لها بيعمل كده انا قلت لحضرتك كان نفسكم موجود عشان اقدم مستوى كويس لأ وانت يعني برضو يعني يعني لعبت مثلا تلات اربع ماتشات اساسي مثلا ما لعبتش العشين ماتش انت اسا جاي اسموحها جديد يعني مش هتلحق تعمل الكلام ده اه لا 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 لسا بادرع الكلام ده اه طبعا مفيش حد بتعمل الهروب يا جماعة ولكلامنا كلام فاضي كل ده كلام فاضي صح اتفضل لبعده هذا القرار ندمت عليه ولو عاد بيه الزمن ما اتخذته حاجة يعني حصلت معي اه يعني انت خدت قرار واندمت عليه اه مش قرار وهو موقف حصل في نادي الزمالك اه بس طبعا ندمت واعتذرت عليه طبعا لكل الناس في التمرين اه مش لازم اقوله بس لا في التمرين حصل في التمرين اه حصل في التمرين واعتذرت عليه ندمت عليه واعتذرت ندمت اه تمام اللي بعده شجاعة طبعا تحترم فيك حمدي حسنا لم افشل في تجربة جلتة سراي وهذا سبب عدم اكمال مسيرتي هناك وصحيح اه يعني انت العيب في المحترف وخدت بطلاته بتاع ايه يعني والله انا مسافر اصلا من هنا عشان اه اغير بس الصفة بتاعتي من هاوي المحترف عشان ارجع نادي الزمالك انت ناويت ان انت ترجع للزمالك اه انا طلع اصلا عشان خطر كده فلما طبعا لما روحت جلتة سراي اه لعبت معهم زمالة الحضراء وخدت معهم دوري وكاس اه فخلاص قررت ان ارجع نادي الزمالك بيتي لان انا حاببا يكون موجود فيه وحاببا بعمل مسيرة كويسة اوه في نادي الزمالي تمام يعني انت ما فشلتش في تجربتك انت بالعكس انت نجحت وخدت بطلاط لا لا ما فشلتش اللي بعده حلمي انا احترف في اوروبا واجد طريقة طريقة لعبي واجد طريقة لعبي وريبة من هذا الدور يعني الدور اللي بيليق عليك دوري ايه لو انت احترفت في اوروبا والله اي لعيب طبعا بيتمنى الاحتراف في الاول الاخر بس طبعا لازم يكون عن طريق النادي طبعا كلنا شايفين محمد صلاح نموذج قدامنا كلنا عاوزين نكون نفس الطريق ونفس الانت شايف انت تليق على الاني طريقة في الدور انجليز دور الاسباني الدور الايطالي انجليزي دور انجليزي دمام رب ان اكتبها لك تبقى انيني تاني بقى يا رب يا كب مين مسلك الاعلى صحيح هنا في مصر مسلك الاعلى هنا في مصر كابتن طرق حامي طرق حامي وعالميا بقى انيستا انيستا ده كان حتة لعيب يا ابن اللعيبة اللعيب جامل ايه دي يا جماعة دي ده جنف ترابزونسبور في الدار اه ده في تركيا اه في تركيا مع جلات السراعي ده طب ايه انت ما ترجعوني علق عليه طب ايه احنا ما شفناهوش انا كنت بتكلم معاه ترجعوني الجنف ده يا اولاد اهو اهو انت لا هتكمل بقى في نص الملعب ولا انت لا هتكمل بالعرض لا هو ده هيعملها بالعرض وانا هقطع على القريبة اهو اهو الاخرة في الدورة دي اللي خلتنا برضو خلت الدورة اه الحمد لله تمام خلاص هو قال الدورة الانجليزة هنا جماعة اللي بعده تقلق اللعيب الشباب مع الزمالك افضل رد على من شكك فيه قدرات جيلي والله انا كان معايا يعني مجموع من ناشئين كويسين اوي اهو واخدنا بهم دور تسا وتسعين وكان دور صعب جدا جدا فاللعب دي لما تتقلق ده شيء طبيعي ولسه هي يعني هيتقلقوا اكتر من كده مع تكرار المتشاط مع الخبرة مع الحاجات ده كلها فبتمنى لهم كل التوفيق وملعبة كبيرة جدا يعني اهو وفي غيرهم في غيرهم بس ما لسه هياخدوا فرصة ان شاء الله تمام اهو هذا اللعب اعتبره ابضل لعب وسط في مصر طرق حامد مو عجب بحب ما يعني بحب طرق حامد بحب طرق حامد اخوي و بساعدني كتير او كابتن على فكورة نصايحي ليا طرق راجل طرق راجل بحقية بس موقف الاخير ده انا طبعا له كل التقدير والاحترام وله كل الحرية رايز يأمل من مستقبلو دي كل كل الكلام ده انا عارفينه بس أنا كنت أتمنى لو في نهاية لو النهاية هذه تبدأ أفضل من كده مش أكتر يعني بس لأن الطرق يعني الحقيقة يعني أدى أداء راخي جدا وعمل شغل كبير جدا من الزمانك لكن ما كنتش أحب لو ما فيش لها في مصر خالص ما فيش لها في مصر عنده استمرارية طرق حامد استمرارية في الأداء بتاعه تحية هو طرق حامد ده ربنا يكرمه ويهديه اللي بعده هذا اللعب اعتبره الأمهر في مصر حاليا هو شيك شيك أمهر لعب شيك أبتاش شيك أبتاش شيك أبتاش شيك أبتاش يعني أيقونة أصبح أيقونة دلوقتي تقدم السن مع الخبرات مع الهدوء والثقة ادى له أفضلية كبيرة جدا من وجهة نظرك هو طبعا اللعب من أول ما طلع لحد دلوقتي هو بيبهر كل الناس كل اللي بتفرج عليه شيك أبالك أحسن لعب في مصر شيك أبالك أحسن لعب في مصر هو طبعا في ناس الزمالك يعني علامة فإن شاء الله بيحبوا أصل حب ده بتاع ربنا جماعة حب الناس للعيب أو حب الناس لبن أدم ده حاجة بتاع ربنا ده تقدرش أنت تدخل فيها القبول من عند الله أنا بحبك وفي ناس بتبقى لو أنت عملت إيه أنت برضه مش محبوب لكن واحد لو عمل حاجة قد كده محبوب برضه الخصة دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى أكيد وفت عامله مع اللي قدامه يجبرك أنك تحبه محترم جدا في كلام كده بيتقال غير صحيح تماما